اشتركوا في القناة تمت الإصابة عبر العدوى من داخل لبنان وهيد الخطورة يعني اليوم لما نقول انه في عدوى يعني بالتالي في اليوم مصابين موجودين خارج العزل ما قدرت وزارة الصحة هسارتهم يعني هيدا الموضوع الاساسي لانه متل ما منعرف انه فيروس الكورونا متل ما في كتير امراض فيروسية فيرال ما في علاجات لالها يعني اهم شي هي بمحاربتها هي الوقاية منها لانه القدرة على علاج امراض يلي بيسببها الفيروس غير البكتيريا منها متوفرة مشين هيك هي الوقاية العلاج الاساسي انا اليوم عم تابع الاخبار بعرف انه بكرة عم بقولوا انه في عدد كبير من الطلاب اللبنانيين بني ندخلوا الى لبنان موجودين من ايران من ايران او من حيال لحيال لدولة لانه انا يعني لازم نطلع من هيدا الموضوع المناطق يعني ايران وايطاليا اللي هن اكتر بارتاني ايران وايطاليا كوريا الجنوبية حتى بلش يصير فيه بكاليفورنيا عم ببلش فيه اصابات فاذا هيدا الموضوع ما له خصة بالجغرافيا ابدا المرض وقته اللي بده ينتشر هو عابر للحدود وعابر للترى بس نحن عارفين انه جاي تيارة من ميلانو وميلانو اليوم ايطاليا فيها انتشار اكبر من غير دول يعني ما فينا نعملها مثل ما نعمل اذا تيارة جاية مثلا من سويت مظبوط مظبوط ما نحن مشان هكت بالاتفاق والمتابعة مع منظمة الصحة العالمية لازم نحن نكون اجور يعني عارفين حالنا شو عم بصير لحظة بلحظة على مستوى العالم دكتور ادعو تحكي عن اللقاية بس نحن ثبت انه هودن فيه ناس ظهرت وصلت على لبنان حاملة العدوى صحيح وما تم العزلة وقدروا نروحوا ونزلوا حاكم ببايتكم وما عزلوا نفسهم انا مشان هكت عندي اكتراح عملي وبرأيي ما في حل اللي هيك نحن مجبورين بقلب لبنان وبكل المناطق بكترح انه الدولة تستأجر فنادك مثل ما هي لانه الشخص وقته اللي بيمرض بالمرض بده مستشفى بس وقته اللي بيكون بمرحلة انه تنشوف اذا لقت الفيروس يا ملاقه نحن كرميلهم هني كرميل الاشخاص اللي عم يجوا على لبنان من اي منطق اللي كانوا من مناطق فيها هيدا الفيروس او موبوءة كرميله هو الشخص كرميل زوجته وولاده اهله بايه امه نحن ممنوع نبعته على البيت قبل ثلاثة اصابيع لانه حتى الاربع عشر يوم عم ببلش يصير في خلاف عليها زي اربع عشر يوم عم نسمع ثلاثة عشر يوم نعم انا بكترح على الدول اللبنانية انه رعاياها اذا كان مشبورة انه تستردهم لانه البلدان يلي هني موجودين فيهم لسببا ما ما بيقبلوا انه ينضلون لانه اذا كان في امكانية انه يضلوا بالبلدان مطرح ما هني بيكون عفضل بكتير لانه تحت هيدا الفيروس ما ينقل مع الشخص وإلا انا باعتقد وما بتصور انه هلأني الموسم السياحي بلبناني كتير مزدهر فندقنا فاضية فندقنا فاضية تتفضل الدول اللبنانية وبمساهمات من جمعيات الجيوب نعم نعم ما عنا غير حل هؤدي الاشخاص ما فينا نحنا نحن نحط له ميزان الحرارة على جبينه على المصنع او على المطار او على اي معبر من المعابر الشرعية او غير شرعية ونقل له انت معليك حرارة عم تسعل شي لأ فإذا ما فيك تروح على البيت مش مزبوط هيدا مشكلة كتير كبيرة على كل العائدين من مناطق منظمة الصحة العالمية بتقول انه هيدا مناطق فيها خطر انتشار الوباء نحنا كرمالهم هني قبل ما يكون كرمال الاصحاء وكرمال الناس كرمال عيالهم وقريبا نعم لانه هيدا شغلة رح تنتشر من هذا البيت لأخته لأولاده لجيرانه لضيعته ومن ضيعة لضيعة وكذا مثل ما حتى رجال الدين اخدوا قرارات مشكورة بالنسبة للصلاة اللي كان نهار الجمعة وكان نهار الأحد اللي كان بالفاتيكان يما كانت بكم الموضوع منه موضوع لقصة لا بالسياسة ولا بالمواقف الصراعات للدولية ولا الإقليمية ولا الصراع الحضارات أو بين الأديان هيدا الموضوع من شو ما كان هويته الشخص شو ما كان انتمائه شو ما كان كذا ما في مرجلي على المرض والمرض بيصيبني شو ما كان اسمي وبيصيب غيري شو ما كان اسمه لهذا السبب أنا ما بعرف لا رح نرجع بس نفيق على هيدا القصة رح نكون نتأخرنا كتير كان لازم من الأول نلجأ إليها ممنوع حدا يروح على بيته لحنكون تأخرنا أو تأخرنا وخصنا يا عم طيب على الطريقة الفرنسية أنا بقول تأخرنا بس بعد فينا نصال نقدر أنا هلقني اليوم إذا أنت عم بتقول أنه في ناس دهر كان لازم تكون موجودة بالعزل فحصولها حرارة مع ليا حرارة سألوها بتسعل الله قالوله رحى بيتك عزول نفسك إنسان غير مسؤول راح ومعزل نفسه قاعد هو ومحيطه ونقل العدوى وهيدا عم يثبت يعني كل يوم يمكن نسمعه حالتين وثلاثة يعني نحن إذا كل يوم حالتين وثلاثة بعد ما انتشر انتشر هيدا الفيروس يعني انتشر وأكبر دليل يمكن قرار مجلس وزراء بتعطيل المدارس لمدة أسمه قابلة للتجديد هو دليل أنه خلاص أدركت هذه الحكومة عزم عزم أدركت بس بعطيتهم على البيوت أنا بقول كل حالي مشتبه بها فينا نساعد فيها من المنفس طبعا الأمن العام على جميع المعابر من شركات الطيران من رئيس بلدية من مختار من وجهاء من ناس مهتمين بالهلال الأحمر بالصليب الأحمر يا عم بدنا نفتش على الأشخاص يلي منسميهم ريسك يعني يلي عندهم ريسك ويلي ممكن ينقلوا هيدا المرض وهيدا مش عم ينقلوا بتهمة جريمة ومش بقصدهم يعني ولا أي شخص هو عنده نية له يكون مريض ولا يعدي غيره يا عم بدنا نعمل مراكز غير المستشفيات المستشفياتنا في لبنان ما بتقدر تكون مؤهلة لتعمل عملية الحجر هيدا موضوع مختلف أنه حدا بيمرض بيصير عنده حرارة وبصير عنده تقيق وبصير عنده أسهل وبصير عنده سعال وبصير عنده كذا بده علاجات طبيعي هيدا أنه ناخده على المستشفى وهذا المستشفى كمان يجب أن يكون مجهز بأماكن معزولة تماما عن الأقسام الأخرى من المستشفى هيدا جزء نحن عم نحكي عن الجزء الآخر هالناس يلي قدمين بالطيارات بنعمل لهم قتل فندق خمس نجوم وبكل المناطق بنبلش من الهرمن لبنت جبيل لعكار لجونة للجبل لوين ما بدكن هيدا شغلة ما فيه عايب العايب أنه نتخطى نتخبى بخيال إصبعنا أو نقول أنه هيدا الفيروس إلو طائف معين أو إلو مطلح معين في أحد الطلاب مبارحة ليوصل من إيران طالب لبناني وشفنا الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حضروا له أهله قبل وصوله بات وراحوا قاعد حية وعزل نفسه علما أنه ما فيه عليه بعد فعنده تحية لإلوه تحية لإلوه يالات الكل بيقدروا يعملوا هاكي يمكن ستنا مش كل الناس بتقدر أنه تلاقي غرفة وصورة وحمام ومطبخ وتقعد شخص فيه هيدا كمان مشروع كبير نحن ما فينا نطلب من كل العائلات أنه يكون عندهم ثلاثة طوابق ويعزلوا ابنهم بطابق نحن عم نطلب الدولة اللبنانية هيدا الكلفة منا كتير كبيرة منا كتير كبيرة فيهم يتساعدوا هن وأهل الأشخاص يشوفوا كيف يطعموهم على حساب الدولة ترويئة غدا عشا ويعتبروهم بسياحة وسلسلة كبيرة من الفنادق على البحر بالجبال بكذا تكون مجهزة هالأشخاص بيخلصوا هالفترة يلي أنا بفضل أن تكون شوي أطول من 14 يوم بيخلص هالفترة ويسألوا الأشخاص ويوعوا الأشخاص أنه يخي كرمالك أنت وعاهلك وعائلتك أنت خبرنا وين كانت ومن وين جاي هودا الثلاثة أنت هور عم بتقلي هن اللي جاي من برات لبنان بين دول يشتبه أنه فيهم انتش ويشتبه أنه يمكن حاملي العدوى طيب الناس اليوم من الثلاث حالات اللي هلأ اللي لقطت العدوى وهن كانوا أصلا موجودين بلبنان هودا كيف فينا نحصرهم؟ مشكل أنا عم أقول بأننا نقعد نفتش كل يوم منتأخر بصير سؤالك ستريمان أصعب أنه أنا كيب وقتل بوجهة من الأول أنا وقتل بقول كل هايدي الطيارات يلي إجت ما بتروع أبيوتها خلاص بنا أنا أعملكم فندق خمس نجوم ونأملكم كل شي كل واحد بيقعد بقوته أكلته وشربته ومأمنين والأشخاص يلي بيخدموهم بيكونوا أخذين كل الاحتياطات اللازمة ولبسين اللبس المزبوط وحطين الماسك المزبوط ولبسين الكفوف المزبوطة ومأمنين حماية وما بيعود بالداعي للهلع يعني هو على بعد مترين أنا وياكي ما فينا إذا واحد مصاب بالكورونا ما منقدر نعدي بعضنا هايك فإذا نحنا منخلص وكل واحد بيخلص هيدا الأمور بتتعكم لأنه التعكيم منيح للمباني ولو كذا منقدر نعكم منقدر نستنجد من منظمة الصحة العالمية شو أحسن شيء للتعكيم ومنعكم هيدا الفنادق ومنفوت علي حكماً كل الناس اللي ما بيهون شيء وبصير كل واحد بيدوره طائرات اللي حملت الناس من إيران أو بيجت من إيطاليا أو من أي مكان فيها عم تتعكم؟ يعني مفروض إنه إذا مش عم تتعكم كارسي مفروض إنه هيدا بعدين هيدا أياتا وشغلة على مستوى عالمي هيدا أنا باعتقد إنه عم بيقوموا بكل ما توفره من الطب نحن خصوصي كإعلاميين في كتير تكتب من إدارة المطار يعني اليوم إنك تاخد إذن تفوت على المطار تصور مستحيلة للأسف هيدا الشغلة لازم يكون هيدا حق المعرفة موجود بكل الأمور السياسية والقضائية كيف إذا بالأمور الطبية الأسرار الطبية هي اللي على أسماء الأشخاص مش الأسرار الطبية على تنشوف نتأكر إذا نحنا محميين يما لأ أنا ما تخبروني إنه كلهم قالوا الوزر هنتعمل بشفافية وبصراحة وما راح نخب شيء يعني منتأمل إنه شيء ملاب فاكد يسبقوا الناس يفرحوا الناس يخبروا الناس إنه إني عم يعملوا شيء مش استثنائي بس شيء نحنا كدولة بنقدر نحملوه يعني هذا الموضوع ما إنه موضوع علاجي إنه هليني بنا نقنع حالنا إنه ما بتقدر دولة تقوي خمسمائة شخص ألف شخص عشر تلاف شخص إجوا على لبنان تحطهم بفنادق كل واحد بيقوتوا بحماموا بكذا ونقدر نأمن لهم نحنا وأهلهم والجمعيات المختصة ومساعدات إنه نقدر نحنا نأمن لهم إقامة فندقية يلي بيمرض إن شاء الله ما هذا بيمرض بيروح على المستشفى يلي كمان بتكون مجهزة مثل ما عم يعاملوا مشكورين بمستشفى رفيق الحريري ويلي ما يلي ما بين علي عوارض بنبعته على البيت بيعتبر حاله بإجازة بنأمن له تلفزيونات ومنأمن له الخلية ومنأمن له انترنت وشو بنعمل بس إنه نحنا ما فينا نفلتها هيك إنه أنا بوصل بخلك حرارتك على أي معبر وبالآخر بتروحي على البيت أنت بتضري حالك بتضري أهل بيتك بالأول بتضري جيرانك فوقك وتحتك وهدي إذا فيك تهدي نحنا ما عم ننشر حالة رعب بس عم نطلب من القيمين على هذا الموضوع مع إلي وزير الصحة يلي مبين عم يبدي نشاط كتير كبير بس النشاط بده يترفق بخطوات عملية ولا يمكن إنه يكون في خطوات عملية يا إما الأشخاص اللبنانيين يلي موجودين برا بنا نتواصل نحنا بيونه ونفاهمون إنه لصالح أهلكن ولصالحك أنت خليك مطرح منك موجود لأنه العلاج مطرح منه متفشل وباء بيكون أهيا لأنه بتكون كل الدولة وأجهزتها مستنفرة ما بتصور أنا إنه بإيران نيمين ما عم يعملوا شيء ما بتصور إنه بالصين نيمين ما عم يعملوا شيء ما بتصور إنه بشمال إيطاليا نيمين إنه ما عم يعملوا شيء وإلى ما هنالك هلأني يلي لي أسباب ما مضطر اضطراري يجي على لبنان ممنوع كرميله وكرميل أهله نبعته على بيته قبل ما نوصل كرميلنا نحنا أنه بيعدي المجتمع وما تسألونا شو اسمه وما تسألونا من أي بلد جاية عايب نفتح نقاشات بهيدا الموضوع وعايب نهكت الناس بصحتها نحنا بالآخر كلنا قطعين على هالأرض مرء الطريق كلنا بدنا نموت هيدا بالقلب وهيدا بحاد السيارة وهيدا بالسكري وهيدا بالكورونا مثل بعضهم بس بطرح ما بنقدر نحنا نعمل وكاية لازم أنه نعمل وكاية أنه شو بيصير عشرة خمسة عشر فندق في لبنان من أكسر شمال لأكسر جنوب للبحر للبقاع وكل هالناس يلي مضطريين يجوا يجوا ومن دول ما نشجعهم على المجيء سمع علماء أنه أحد بعتاد وزير التربية قال أنه حتى بموضوع أنه هذا تقشف اللي حاصل كان مخص الكورونا يعني اليوم عندهم ميزانية مفتوحة الوزراء أكيد بعدين يعني هيدا أنا برأيي بالنسبة لدولة وبالنسبة لكلفة هيدا الموضوع اللي عم بطرحه ما أنه موضوع كبير مش بده مئات ملايين الدولارات وممكن الأشخاص هن يساهموا يعني أنه نحنا يخي حتى يمكن بعض أصحاب الفنادة كمان مستعدين أن يكون فيه أكيد يقدموا فندقهم لأنه نحنا منقناعهم أنه بيتعكم وبيتطهروا ويروحوا الوزراء والنوائب بس تخلص معه بسم الفورونا ولا مرضى ولا حكيم بيسترشفوته لا يكون عندك نيات مبيتة يا دكتور تبعتنا على نفس الأوتال لا نحنا 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 ما منحب أنه يموتوا تالناس يطلع معا حق نحنا بهمنا أنه هنو طيبين وبيكامل صحتهم يسمعوا صوت ضميرهم يلي هو صوت الناس ويجيبوا هالناس على كل هالسؤالات يلي عم يطرحوا كل عمرهم بس بالخفاء واليوم عم يطرحوا علنا وهيقتهم ما أنهم مستعدين أنهم يتراجعوا لأنه كل يوم وسائل التواصل والطريق والكذا عم بتقلنا أنه الناس مش مستعدة تستكين لا لأنه الشوكة يلي جرحتها بعضها بأصبعها يعني لا لأني بعد ما فهمنا شي بعدنا عم نكرر نفس الكلمات ونراحوا المصريات يلي قبل 17-20 ومنه يلي عنده قدر أنه يقدر يستكشف أنه بدنا نفوت بأزمة لأنه دولة الرئيس نبيه برّي حكي عن مليارين وثلاثمائة مليون دولار إجا حدا يقول لا مش هلقدي الأمر مبالغ فيه هو بضع مئات ملايين الدولارات ما بدنا نختلف على الأرقام بس تبين أنه كان فيه أكيد أنا مفروض أنه يستجبوا الرئيس برّي رجل ملاح يقول حكي إذا ما منهم أكد صحيح عظيم اثنين أنه طلع أنه بعد 17-20 فضيحة وقبل 17-20 في فضيحة أكبر لأنه ظاهر الناس يليين بيعرفوا حالهم لوين إخدين البلد ولوين إخدين اليوروبوند ولوين إخدين كل هيد القصة عارفين لوين وصلين كمين عملوا حالهم عارفين لوين وصلين بعد ما جوابونا أسئلة كثير ما عم نقدر نقفهم عليها بحيث لا أحكي بهذه التفاصيل يوروبوند وغيرها بس تأختم بموضوع الكورونا مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلاش نسمع اليوم بعض الأصوات أنه عم يتحمل العبئ لحاله وأنه أصلاً هو كمستشفى لوحده غير قادر على مواجهة فيولوس بحال انتشاره أكتر وبحال زادة حالات العزل وغيرها هل كقطاع صحي كمستشفيات ومستشفيات حكومية وهدرتك يعني خبير بهذا الموضوع عندنا هذه القدرة؟ أنا خليني أقول لك مستشفى رفيق الحريري عنده خاصية معينة أنه هن في عندهم عدة مباني بالمستشفى وبالتالي إذا فرزوا مبنى لعلاج والوكاية من الكورونا ما بيتأثر بقية أجنحة الأقصى من المستشفى أنا هلأ اليوم أقوله بس طابق لحد هلأ مش مبنى بحد زيكم بس مبنى بطابق غير طابق المرضى هيدا اللي أنا عرفته إن شاء الله إذا كانت معلوماتي صحيحة مثل ما نوكلة إلي إنه هني عندهم أبنية بيقعدوا فيها الرزيدانية بيقعدوا فيها المرضات أحد هيدا الأبنية طابق منه تعولي إذا كان هيدا صحيح معناتها نحن منعها منأثر على بقية المرضى يلي جايين مشان غير مشان غير أمراض يعني يمكن بعض المرضى اليوم صاروا بيخافوا أكيد أكيد مشان هيك هيدا بده توضيح ومشان هيك المراكز يلي ممكن أو لازم تنفتح بغير مناطق لأنه نحنا بدنا نعالج بالآخر ما فينا نتخبى ونقول لا الشخص يلي كذا نحنا ما منقرب عليه بس كمان لازم تكون المستشفيات مستوفية الشروط إنه يكون فيها مباني مستكلة عن المبنى الأساسي ما يصير فيه تداخل بين الناس وبين الزوار وبين الأطباء إذا كترة الحالات وشوفنا اليوم عم نحكي عم نحكي حالي بترابل الساعة بالهرمل ساعة بغيرة هل فينا نكون فيه مركزية لهذا الموضوع أو لا لازم نروح على مستشفيات هلأ ليه حسب العدد إنه ما بيمنع لأنه الصليب الأحمر والهلالة الأحمر مشكورين جدا عم ينقلبهم على عم ينقلبهم بأحسن ظروف صح ما بيمنع إنه لأنه الرحلة إن إحنا بلبنان من حسناته وبعدين يمكن من سيئاته إنه بلد صغير يعني أبعد مسافة من أكسر الشمال لبيروت أو من أكسر اللي بقى لبيروت عم نحكي بشاعتين شوائق عادي قد يكون فينا نحط طائرة إليكوبتر بالموضوع وكمان تتعكم مثل ما بتتعكم الواحر ومنقدر نأمن الخدمة بنصيعة لأنه هاو دي مش كل دقيقتان عم ننقل حدا فإذا فينا نعملها مركزية وفينا نعمل لا مركزية بس اللا مركزية لازم تكون كمان بمحلات قادرة تستوفي الشروط أو منخرج من المستشفى ومنفتش على فندق علاجي هالمرة بدل ما يكون فندق للراحة منحول أي مبنى أنا بقول الفندق لأنه الفندق فيه تركيبة بتشبه شوية المستشفى هي غرف مستئلة لأنه غرف مستئلة وحماماتها مستئلة وفيها كل وردتها تقدري تخدميها ومفروض يكون فيها مطبخ ومطعم أنك تقدري تعملها الخدمة يعني أنا عمقول على الفندق مش أنه تصلبط بس الأبني العادي ما بتبقى مجهزة يعني بقى نحنا منقدر إذا صار فيه داعي أنه يصير في عندنا مستشفى ميداني يارات بنصير مثل الصين ما بعرف إذا الخبرية مظبوطة عشر تيام عملوا يعني إذا كانت مظبوطة هايدي بسبعة أيام وبعشر تيام عملوا مستشفى ثلاث تلاف سرير ما بعرف أنا أنا ما بعرف ساعتها إذا لا ما من لزم عالصين هالدولة اللبنانية شي سنتين عملوا سرير تعملنا أنفاق ومترو وتردلنا هالترين سيكاكو موجودة ما بده شي ما بده اللبنانية ما بده مظبوط ما بده الكرتل ما بده قال لهم السيد نصر الله روحوا على خير الشرق هم رفضوا يعني قال لهم الشرق وقال لهم روسيا أنا أنا ما بدي فوت بهيدا أنا قلت قبل الكلمة قلت إذا وضعنا بيسمح أنا ما بعرف شو فيه ارتباطات بين الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وأمريكا والسيباسة أنا عم أقول هذا الإنجاز اللي نعمل بالصين هو أخر عشرة أيام مفترضي مع غير الصين بيأخذ لازم فأزان ثلاثة شهر وفترضي مع لبنان سنتين يعني ما عطي نكون خمسة سنتين نعملولنا شي نحنا بنعملها سنتين تقع بعد جمع يعني إن شاء الله لا لكن الشخص اللبناني بيجنن والطاقات اللبنانية بتجنن القصة الكيمين على لبنان مغلطين مغلطين بشغلة صغيرة إنه نحنا بنجيبهم حكام يشتغلوا لصالحنا ولصالح الوطن بيجوى حكام مغلطين مفاكرينا إنه هاي دي الشغلة ملكون ولازم هن يأمنوا وسروات لإلهم وللأجيال يلي من بعدهم يعرفت علي كيه بس إذا بيقدروا يرجعوا يقروا السطر مني بتثبت الأمور لنحكي بموضوع اليوم بلاد نفطي كنت ممكن صار لك تسمع شوي من حلقتنا قبل كنا عم نحكي عن لبنان والثروات النفطية وشفنا الخطوة اللي قام فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بزيارة الباخرة والإعلان رسميا عن بدء مرحلة البحث عن الثروات اللي موجودة في مياهنا هل اليوم برأيك يعني هيدا البصيص الأمل ممكن قد فينا نعتمد عليه حالياً بلبنان أنه عدا هذه الثروة اللي ممكن تنقذنا أول شيء لأنه عم بسمع كتيرني أشيد أنا من القائلين أنه ياريت بكون كل بحرنا وكل أرضنا فيها ثرواتي بس أنا كمان من المتخوفين هل يا ستريمان لإلك كمواطنة مش لإلك بالشخصة ولإلك كمواطن رح يكون في نفع من هيدا الفترول اللي رح يطلع هل في أصعب من هذا عدم السئة أنه في ناس ومن قلبهم وعن صدق يعني عن حرقة بقلبهم أنه لا يخير أخي الإجراء يكونوا عا يطلع نفع بركة هيدا النفع لحق يلي المصريات يلي راحوا بالبنوكة هيدا مقساة هيدا مقساة أنه نحنا حتى لو بدوا يطلع عنا النفع مش مصدقين أنه النفع ممكن ينقذنا قبل ما الإنسان يترديله السئة الرجل بزوجته والزوجة بجوزة والابن ببيه والبي بابنه والحاكم بالشعب والشعب بالحاكم عبسا أنت تقدر تعمل أي خطوة تنال رضا الناس هل أنه نحنا نتمنى ما بعرف إذا بيصير فيه وعي لكل السلطة عمقول كلها لأنه أنا متهم الكل وما بردي يسمي حدا لأنه لازم هني يعرفوا وين راحوا كيف حكموا بس أنا بعرف بالنتيجة نحنا كلنا سوى كله لبنانيين كل جنة عمرنا راح أسوأ من هيك أنا عطول بقول أنا كل لبناني مواطن مكيم على الأرض اللبنانية مشبور المصاري اللي بتطيلع روح حط بالبنك مش ممكن حطه تحت المخدة بس الغدرة الكبيرة صارت لهالمنتشرين نمعترين اللبنانيين يلي شيلوا مصرياتهم من الدول يلي طيلعوا فيها مصاري وجوبوها على لبنان لأنه الفايدة عالية وقالوا لك أنه ببلدنا كتير منيح وأحسن وكذا وطاروا كل هالدنى تارت كل هالدنى قد ما صورونا القصص حلوة مين مسؤول ووراحوا هالمصريات وكتر خيركم بعض منكم يا دولة الرئيس بر أنت بتقول أنه فيه مصاري تارت عمول معروف ننضم لبعضنا هالشعب المعتر وزعامتك وانت تكون رأس حربي بأنك تعطينا المعلومات وتعطينا والدلونا شو بدنا نعمل ما كيف هاي دي هالقصة ما في حالة مسؤولة الحالة عادية يخرج القانون القضاء يتحرك لحاله يعتبر إخوار مية بالمية مية بالمية بس أنا إذا حكيت مع القضاء شي وإذا الرئيس بر يحكي مع القضاء أنا عم سميه لأنه هو حكي بالموضوع عم سميه لأنه هو حكي بالموضوع بس سؤال الثاني هل هذا يعني إذا طلع لبنان أكبر بلد نفطي أنه هودي يلي طاروا خلال ثلاثين سنة ليرة أو ليرتين أو مليار نصرفوا ما بعرف شو هي الكلمات اللي لازم نستعملها هادراً فساداً سرقاً كذا شو يعني أنتوا شو بتقصدوا شباب أنه خلص عباية الخزان من غير مطرح وهوديك عفى الله عما مضى لا ما بيقدر يعفى الله عن مال الناس وعن مال المواطنين لأنه هذا كمان نحن مثل مال الوقف مش ممكن أنا إيجي أمنك على جنة عمر يحطوا عندك وبالآخر تقليل اختفى لأنه أنا طلب مني مصرف لبنان دين الدولة دولة فلسة مصرف لبنان قال لي لجنة الرئيبة سمحت لي وكثير أنا مزعوج من هيدا النقاش اللي بقوموا فيه نواب يعني مميزين وكذا أنه خي الشباب قلوهم حق ينقلوا مصرياتهم لبرة لأنه ما في شي بالقانون النقد والتسليم أبيبنا طلع أنه أنون النقد والتسليم في بيسمح لواحد بالمية من الشعب اللبناني أو اثنين بالمية من الشعب اللبناني يسحب مئات الملايين ومليارات ولا تسعة وتسعين بالمية من الشعب اللبناني يلي أنا وياك من ضمنهم لا نحن من روح من بوسو للمدير ومن غانجو داخلك بكرة زد ليها المدولار شوائنا هو الأنون ما بيسمح بس المصارف حاليا عم بتخاني فاذا القانون عزيم 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 بس نحنا لا المطرح ما وصلتنا القيمين على السلطة شي كتير خطر شي كتير فيه من من قلة المسئولية طبعا نروح نقل الكلمات اللي بدكيها نص إنه ما بدنا إنه نستعمل كلمات على الإعلام لأنه شي بفوق التصور هي قل للضمير هي يا خي مش ملكون الخاص لبنان أنتو ملكوا مش هو ملكون غلطوا الشباب كيبنا نعمهم كيبنا يا عمي نبارح نقرأ من عشرة أيام شي بيمرق مرء الطريق إنه كمشوا بمحطة داير عمار بترابلوس إنه في حدا مادد أنبوب على الأنبوب سحبوا البترول ما فهمت إذا عشرين مليون دولار خلال كل الفترة عشرين مليون دولار بالسنة طلعت خبرية من سنتين تعود إلى سنتين ووقت القضاء الحذر طيب ورجعت طلعت هاي دي يا عمي ما حدب ما حدب يزال إذا كانت مظبوطة أو مش مظبوطة وإذا مش مظبوطة يطلع نف من وزارة الطاقة إنه هاي دي الخبرية مش مظبوطة وإذا مظبوطة أنتو مش قدرين تروحوا جيبوا تشوفوا مين يلي مركب أسطر تحت أسطر ومغطيه وحملوا ترومبا ووصل لكهرباء وعشرين مليون دولار وقولوا يا عمي أنا كيف بدي أقوص فيكن برأيك أنا أو أنت أتجرأ أنا في نحط مطار ونسحب هاي المظبوطة أنا أو أنت اسمنا أبطال عم نحكي على الشاشة أو اللي بدي يروح لهنيكي يتجرأ ويعمل هيدا الشيء بدي يكون مغطى فإذا هني شو طالبين مني هني بدهم يروحوا طبعا الأسطر المزوط العشرين مليون دولار بس أنا بدي أصدقهم بالنفط وبالهوى وبالسدود وبالطرقات وبالنفيات وإنه هني عم يتعبوا ومش عم بيناموا القصة منع عمل تيكنية يا ستريمان منع عمل تيكنية إنه منقعد ومنقلف لجين والليجين بتقلف لجين تنعمل دراسات هيدا بلد شبعين دراسات والجوارير فيها دراسات عن كل بلدين العالم وأصلا الوراق ما بقى في شيء اسم وراء بتفوطي أونلاين بتكبسي على الجوجل بتقولوا لنا نعطونا حل للنفايات بالنروج بيعطوه أو بنيجيريا بيعطوه للضيف اللي كان قابلي تفضلوا نقو حيال لواحد بس في محل في محل إنه نحن مندفع على الطون 200 دولار تيخدوه من عنا تيخدوه بعضهم وفي ناس شركات والمسعدة تيجي تشتري النفايات من عنا وتعطينا مصاري تكلم نفاياتنا وما بنعملها كيف هيدا القصة إنه هلقني هيدا الساد طبع ساد لمسالحة يلي من هلق عم قلي هلق عم بيقولوا إنه هن بعد بدون ثلاثة سنين تا يستلمون تذكريني بعد ثلاثة ثلاثة سنة هيدا ما بقى بيقدر يعبي ماء كلفته عشرات أو ما بعرف الدار رائم ملايين الدولارات ما حدا مسؤول لا المكتب الاستشاري ولا اللي ينفذ ولا اللي رائب ولا اللي عطى الأمر ولا كيف يا عمي هيدا انتو كيف سد بريسا ما بتكون تخبروني ايه ما مشي شو يعني ما مشي مين دفع حقه هيدا من وين جبتوا المصريات مش هود المصريات يلي الدولة صرفتهم ويلي طلبت من حكم مصر في لبنان يدينه يلي ويلي ويلي معظمنا عم بيكونوا من من منظمات دولية عم يعطونا منح أو كروض كروض شو يعني الكروض بدك ترديهم نحن شو عشو مديونين هلأ بحوضي الكروض هوضي الكروض بعدين انت انت عم بتروحي تيجي تخبري لجهات المنحة انو انت بحاجة لصد انا ما سمعت هالدولة بعد عملت شي كله بتخبرني عن بنا تحتية كله شي مبهم انا ما بفهم شو يعني بنا تحتية تحت الأرض بس انا ما شبت عملت مصانع لا للمواد الغزائية ولا للمواد الاستهلكية ولا لالأدوات الكهربائية الليلة لبنان شو بينتر هايدي هالبنا التحتية قلنا 30 سنة بتخبرونا عن بنا التحتية بتعرفي لأي بحبوها هاي لانه هاي تكلم كتير متطاطة ومش منشافة مش منشافة لانه بيقدروا يعملوا فيها اللي بدونيها بعدين هايدي الجهات المنحة والجهات الدولية تستمنى يمكن يمكن بتستمنى انه هي تعطيهم لناس يسرقوا تهي تصير تتحكم بقرار البلد ما زال عم نحكي سياسة وفي وجهة نظر انه هايدي مؤامرة امريكانية كذا كرمن يا خي هاي المؤامرة لمشيتوا فيها انتم لا انتم جيتوا هادي المصريات حتى يطون بالمحل الغلط بكلفة كتير مش منطقية تيكون في متعاهد والمتعاهد تحت و30 متعاهد وبدوروا بفلك وكلكن بتحموا بعض كون ما بعرف انا ما بعرف بس عم قللك عم بطيكي مثلا اذا 20 مليون دولار سرقة نفط ما استرجع حدا يروح يسأل يا خي مين سرق أو ينوب السرق كيف انت بدك تقنعيني بحي الله شي بهذا البلد وكيف بدكنوا تقولوا للناس وقفوا الثورة نرجع لأزمة ثقة يعني اكيد وهي اساس وهيدي أزمة الثقة لكي انا بدألك شغلي ستريمان ما تفكرين انهم هني مش مزعوجين من صوت الناس مزعوجين من صوت الناس مزعوجين من صوت الناس بس بعضنا عم يتشاطر واكيد في تشاطر في مكانا ما انا لهذا ما فهمت هايدي السوق الموازي تبع الدولار هالصرفين من وين بيجيبوا هالمصاري يعني انا ما بفهم انه بيقلي اعطيني تشيك بمليون دولار تشيك بونكير انا بأعطيك 700 الف كاش او 700 من وين معك من احنا المواطنين يلي عم ناخد دولاراتنا يلي هن 200 او 300 دولار اذا كنا صرفنيهم صرفنيهم ولمصرفنيهم منو الحرزني تانزل اعطيهم للصراف من وين عم يجو ما حدا بديوا يحقق يا قي انو انتو من وين هايدي الكمية الميل هلا انا الميتين دولار يلي بيسحبهم كل اسبوع من البنك هي بتقدر مع الميتين تبعولي هلا نصارو متين كل اسبوعين بالبنك الاول بلبنان صارو كل اسبوعين اوكي هاي اللي بدون نغزوا السيارة فيه ويبدلوا تشكير لا فاذا كله مفتوح المعابر مفتوحة على كل الواحد السنديق مفتوحة ومفخوشة على كل الواحد ما حدا يسأل عن شو اليوم في موازنة مضيت علي هذه الحكومة منذ ما يكون الى خصة فيها صحيح نجبرت نجبر مش مش عمال بطولة يمكن بالنسبة العزي عزي تتفضل هذه الحكومة اللي انا رح ضل عطيها فترة سماح رح ضل انه رح ضل تماكون سلبي مشبور قالوا امن بالحجر تبرأ يعني مشبورين انه ان امن بالشي في الموازنة هي كلمتين واردات ونفقات يا عمي خليني يجوا على مستوى النفقات يعملو لنا شي هيك يبدو يجمع هالناس يخف يقلو لنا فيه 400 مليون دولار بتروح بدل تمثيله بدل سفره بدل نقله مختلف وكذا نشيل مننا الرئيس الحريري 200 مليون دولار تم تخفيضه نعم 200 مليون دولار تم تخفيضه وبعد عايزين 400 مليون ما بعرف ما بعرف خلويني يصالوا يقولوا لي يا عمي 400 مليون هلأني بكل الاحوال في كورونا كمان بدون يسفرون رئيس منغوليا فتهوحت حاله بالحجر الصح حاله عنه راح قابل رئيس الصين يلي يلي اكيد كانوا اخذين كل احترازاتهم صحيح هلأني منهم قدرين يصالوا يخبروني انه نحن هل 400 مليون دولار فينا بعد ننزلكم منهم 200 مليون 200 مليون بالورقة الاصلاحية يلي عملها الرئيس سعد الحريري بالفترة يلي قبل الاستقال فيها عمل فيها 3040 قال انه يخفض معاشات النواب ومعاشات الوزراء ومعاشات التقاعد ويلغي صندوق المهجاريين ويلغي صندوق مجلس الجنوب وكذا يا عمي مكين وشركة معه بالحكم لماذا يعملون لماذا يعملون ولا هؤلاء بس لامتصاص النقمة خلي تيجي هذه الحكومة من طلبها بكل ترجي بكل ترجي طيضال عنده أمل بحد بها البلد ولك اعطونا شي خمس ست خطوات حيلا شوفوا لنا مين سرق المزوط بداير عمار هيد الحكومة عندها وكل مهمين بس اجت ورثة المشكلة الأكبر اللي هي سندات اليوروبون اللي هلأ عندها من هلأ لتسعة قدار بدأ تدفع ايه او لا وإذا ما دفعتها شو بس الشغل الإداري مادام ضاو الشغل الإداري هو شغل كله ان براليل انت انت كرئيس حكومة كرئيس السلطة انت ما بتشتغلي ملف ملف انت بتسلم مادام ايكس بتقليلي اشتغلي على هذا الموضوع ومسيو ايقراك اشتغلي على هذا الموضوع مجراء عميشتغل ايه بس ما فيني يقول انت عندك موضوع اليورو بونز عميشتغل في ناس بتشكل اليورو بونز عزيز ايه 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 يعطيهم تعليمات بقلوا شوفوا شوفوا نخفض بالنفقات الموازني وفي ناس يعطيهم تعليمات بقلوا انطلع شي على الوسائل التواصل انه في سرقة بالمحل اللي روحوا جيبو هيدا السرق ووقفو مش ياللي بغطى ما بوقفو ياللي بلا غطى بوقفو او ياللي شلت الغطى عنه ما بعرف شو بعمل فيه كمان هيدا الحكومة مدعوة انه تعطيني انا بعض الاشياء الملموسة انا اقدر اتأمل فيها انه بتقدر تروح على الاصعب بالنسبة لليورو بونز كل النقاشات ياللي عم بتصير على كل وسائل الاعلام بمعظمة نقاش التقنية انه ايهو الافضل اذا منقصت او اذا ما منقصت اذا مندفع او اذا ما مندفع اذا من جدول او ما من جدول اذا منعمل اعادة هايكلي او ما منعمل هلقني ما حالا بيفسلنا شو يعني الكلمات يعني شو الفرق بين اعادة هايكلي واعادة جدول برضو رح نعتبر حالنا انه عم نفهم عليهم ما لا ما رجع رأس هلقني كل حوضة اللي عم تعملوا وانا عزيمة كتير منيح بس ايدي انا بسميه علاج الحالي الطارقة بس انتو ما بتكن تبحثوا عن السبب يعني بالتوازن انتو ما بتكن تسألوا ليش الناس حطين ادعاية 180 مليار دولار بالبنوكة وما فيه بمصرف لبنان الا شي بيقول 30 شي بيقول 20 صارو هلأ عم بقول 17 بس حتى بهالموضوع فيه فيه شغل انشغل يعني كان فيه طلب لمصرف لبنان بالارقام الحقيقية ومصرف لبنان قدمر جت الرقابة عن المصاري عم بتجيبه حتى نحكي انه تم تسليمه من السويسرا بعض اسماء الشخصيات اللي حول المصاري عزيم فيه شغل عم ينشغل هليني اقولك شغلة لا 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 هيدا لا هيدا الكلام هيدا مخدر انتو عم بتجيبولي الارقام للسقاف يعني تأنا اتسقاف لا القضاء بده يكمل انا بس تصالوا تخبروني انه ورد تلايح من عشر اسماء العشر اسماء استدعوا يقام المدعي العام المالي المدعي العام المالي احيل الملف امام المحاكم المختصة ببلش بقول انه معنا هيدا الحديث بس انت عم بتخبريني عم يشتغلوا والله جيبوا الليستة ايش ودعموا فيها الليستة يخبروني انا انه بشهر قدار بشهر نيسان هيدا الليستة بيكون صدرت فيها احكام بنترون لنيسان بنترون ستة شهر بس ما فينا نقضل هيدا الحكومة تكون كمان هي سلسلة من الوعود بغد النظر عن اشخاص وما احترامنا لها بدي تطلع بدي تطلع من حكومة تقنية الحكومة شفنا الحرص انه عمل بسرية يعني كل الشغل اللي عم ينشغل كان بالخطة اللي عم تطاع الحكومة واللي نقشطة طويلة ما صندوق يعني انت بتعتقدي بالصير في شيء مفيد خلينا افهم والمستمعين حضرتك هلا بتعتقدي انه بالصير في شيء مفيد للناس وراح يبين لا بس يعلن عنه فور نهايته مش هلا ازا حطت حكومة خطة بتروح بتقول بتصير بايد الاعلام والاعلام بيبلش عظيم عظيم انا ازا كانت هي عم تعمل خطة الحكومة للتنفيذ بنكون اكثر امنياتنا ونحنا مستعدين نضويل العشرة مثل ما بيقولوا نحنا عم بالعكس عم نشجعها ونتفعها نتفشها تتروح بهالاتجاه لانه ما بيصير انه نحنا يكون عنا شعور انه كمان منا عم نتقدم حتى على مستوى الحلم يعني حتى على مستوى بكرة انه بدنا نشوف تشكلات القضائية اللي بدي تطلع يلي يقال عنا بالاعلام ويلي نحنا بنوصل كان بوزيرة العدل او برئيس مجلس القضاء الاعلى هلا هاي التشكيلية بدها تنتهي على موضوع كمان تقني انه بدلنا مواقع او هاي دي التشكيلات ثورة بقلب القضاء على الطريقة الايطالية انه ما بدنا اياه هلا دموية ولا شي انه بدنا استرجاع حقوق المواطنين حقوق المواطنين على كل المجالات اليوم والضمان الاجتماعي بقلولك ما منعرف وضعه كيف لانه مدين الدولة اللي بني عمي طيب ما هيدا اللي اشتغلك الأمر انت شو تعملوا فيه يا عمي مجموعة اسئل كتير كبيرة يعني الناس وقتها اللي بتقلي كل يوم عم بسبع بالمظاهرات شو كورونا ما عنا اسوأ من الكورونا بكتير عنا بجبل النفيات منبلش من الشويفات بتصالي على الدورة بتصالي بكل بيروت بتصالي على المجارير هاي دي عم بحكيكي بالعاصمة انا من منطقة كسروين جوني المدينة الاكثر تلوصا بشي اربعين خمسين بلد وكي عمي كيف هاي دي انو شو كنتوا عميو لنا حلو لنا شي صار في سجال حول موضوع الكهرباء وطلعوا وزيرين مبارح وجهها سياسية تانية حكيت يا عمي تابع هاي دا الموضوع وردوا عباد رديتوا عبادكم على المواطنين يا حضرة القضاء المختص في ناس طلعوا نواب ووزراء حكيوا عن بعضهم الموال معروف شو فيه هالملف انا كمواطن مش فرقيني مع امين مع اوحا عوض النواب لما سألوهم كيف رح تكفوا رح تروحوا على القضاء لا اللي حكينا اخبار كمان في ناس عم تستغل شغل ناقص انا ما عندي بنا انا عم قول على اثنين انا عم بطلب من القضاء حضرتك جي تحكيت وقلت انه وزارة الطاقة ما عطيتنا الارقام الصحيحة طبع الفيول وداش بتفوت وداش بتشتري صحيح عرفت لي كيف كمان هي ما جاوبت اعملوا معروف كلكم معكم حق انا مبسوط فيكم كلكم كلكم معكم حق بس يا قضاء وينك يا سلطة قضائية وينك يا حضرة الحكومة وينك هذا التراشق عم بيصير يا عمي وبيقطعوا البرامج وبيحطوهم يعني ما انه تراشق في الدكتونتري ساعة ثلاثة بعد نوصلين بتكون انت قاعدة فيه بيقطعوا لك البرامج بيقولولك تفضلي في مؤتمر حدا عم يتهم حدا وفي مؤتمر حدا رد التهمه نفس الشي صار مع الوزير كميل ابو سليمان والنيب زياد أسود انا عم سمي امس لتقول لازم هالناس خلص تقدر تعرف وين الحقيقة ما بيصير ولا اي ملف بيتلاحق ما بيصير بعدين رجاء 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 فيني افهم انا وياك للمرة العشر ثلاثة انه يا عم ليش مش الدولة اللبنانية هي اللي بتستورض النفط والبنزين يا عم ليش شركات بلشت وقامتها لا عملت شركة عاشرة واخدت حصة بالسوق وكل الناس بتعرف اسمائها لا هذه مش من دولة لدولة اجت قالت فيه ناس بدون يقضربوا لك ملا عزر وانا ما بحييت اسمعت اضراب من 30 سنة بما انه بدنا القضربوا وبدنا نجيب تقدموا صاروا كانوا تسع شركات يستهردوا وصاروا عشر شركات نحنا بلبنان معنا طرف انه الشركات يربحوا وياخدوا كذا الدولة اللبنانية بتعمل اتفاق على النفط وعلى البنزين وعلى المزوت والجيد والمنيح وفي بعد 92 اوكتان غير ال95 و98 بتشوف صالح الناس بتحط ربح قليل الى كدولة يلي هن التاكسات والرسوم تبعولها تدولة وبتعمل مناقصات مع كلها هون الشركات النفط طي يتحولوا لشركات شحن النفط كيف انا يعني انا بالنفط بلقمة عايشة وبس يطلع النفط وبس ينزل للنفط بيخرب كل الدنيا والنفط هو سبب عجئات السير والنفط هو سبب ما عم تسطلع شركة الكهرباء والنفط هو كل شيء عرفتك كيف وبيطلع حدا بخبرك انو انا كنت بدي اعمل وحدة قالية تغويز وحدة من كلمة غاز وصاروا ثلاثة وكل طايفي بدي وحدة يا خيز شجيينو ولاد الطايفي من زعيم الطايفي وليك هاش يتخبرونا انا زعيم الطايفي تبعولي شجييني منو والزعيم الطايفي تبعولك شجيت منو يأمن فرص عمل لولاد طايفيتو عم بيأمن فرص عمل لمية لمية بدوا يانتسبوا بحزب وامرك سيدنا والبقية في حدا يأمن فرص عمل لكل طيفته يا عم اعملوا معروف انتوا زعمات تدفيد المواطن تحرروا من الأسر وإلا انتوا بعد كنوا معايشيننا بالكرن السادس عشر وسبع عشر بس اننا عم نلبس كرافو هاتون احكي على السلولار ما شو كانت هي كانت كل الأراضي للأقطاع وكلهم مزرعجية طيب شو عم تعملوا فينا هلأ نيه انت بتتحقق بده ثور تفلاحين هل مرة ثور تجي ما بدي اقول انا اكيد ثور التعتير لكل المواطنين كل زعمات ما استفادوا هن وابنائهم ما حدا من الطايفة مستفيد بشي كابناء الطايفة وإلا دلوني دلوني مين يلي تلعولوا من الواحد هو بنام على انا بعرف رئيسة جمهورية مشهورة القصة مرتول الرئيس فؤاد شاب عاشت على تاخد حديد عسكري يعني معتوني مين منكم عايش على تاخد حديد يعني مين منكم اذا طايلة من وسط النفط مليون دولار عم فيه مليون عائلة عم يخدون وهو عم يكل جبن من عشية او بالاتصالات او بالطرقات او بهولي طبع تكرير المجد لا لا ولو تلتين سنة تلتين سنة يا خي ما تلتين سنة كتير شو تلتين سنة برأيك اليوم كل القصة عند القضاء اكيد عند القضاء اذا قدر يتحق بده يعني يعني نحنا عم نطلب منه نكونوا شهداء للكضات بس اذا قدروا يكونوا شهداء هاي قدر رح يدخلوا التاريخ من البيب العريض جدا من البيب العريض جدا يعني بدي يكون فيه اناعة انه هيك هيك بدي يموت انا لا ما بموت بطل انا لا ما بموت بطل ولانه مش هيموتوا من الجوهر لا ما فيكون بطل بلا ما يموت عزيم كتير منيح بانه بدي افترد لانه بايطاليا قتلوا المافيا قتلوا واحد اثنين ثلاثة اربعة من كبار القضاء بس هاو دي كبار القضاء صالوا مثل اذا انا بلبنان بيحكي بعطيهم مثل اذا بجنوب افريقيا بيحكوا بيعطيهم مثل وغندي عمل ثورة على اكبر امبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ثورة سلمية هو عم بحيك سوف مع نسوين الضائعة ما كل الناس بتعرف القصة انتو بتكونوا تكونوا ابطال او بتكونوا تجمعوا سرويت الناس بلشت تلعن كل ياللي معه سرويت وانتو عم بتشوفوا حتى الناس لم طالعين مصرياتهم بعرقش بينهم صاروا المسحيين يقولوا معهم مصاري لانه صارت المصاري لوسمع انه انا مش كل واحد غني هو مرتكب حرام لا يعني احنا ملنا ملنا بي نظام شيوعي وانه ممنوع حدا يكون غني لا لازم يكون في اغنية بالمجتمع تتقدر الطبقات كلها سوى تشتغل بس الاغنية بعرقش بينكم من شغل كل الخاص مش من السلطة مش من الخزينة ما بدنا نعيد نفس الكلمات يا عمي انتو شو نطرين من الناس الناس كي بدأت تسقط تعييرات القضائية ما بعرف يعني نطرة ببعض شو نطرين الناس لا مانا نطرة مانا نطرة الناس بس الناس مش شغلتها انه كل يوم تنزل كل يوم تنزل تكسر الدنيا بس انتو كيف تكون تخدو منو المواطن يلي كم مواطن قاعد بالبيت وبقول ولا كتر خيرها هالسلطة السياسية اللي حكمتنا شو حصلتنا وضعها انا بقلك يلي تعين بالدولة يلي عم يستفيد من التعهر يلي عم يشكل مع المتعهر يلي عمل اللي هي عدام الوحد بالمية او عشرة بالمية الوحد عشرين بالمية في ثمانين بالمية من الناس شو بتقليلو من كل المناطق انه ابن الهرمل عايش مبسوط وابن جوني عايش مبسوط وابن الاشرفية عايش مبسوط وابن بعقلين عايش مبسوط وابن بنت جبال عايش مبسوط من هو اللي عايش مبسوط والناس ام يقلك الاسوأ من هاك الاطراف فيه كتير هجرة لبرا لانه ما كان في مكومات العايش جمع اونا معاثرين جبونا على لبنان يشتروا عقارات ما حرب يشت وبيبيا. يا حد طون بالابنه وكتار والمصريات. تب التشكلات القضائية اللي هلأ عم ينحكي عمنا عم ينحكي انه كفي دور كبير لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولمجلس القضاء مجتمع. هل في نفس الوقت كمان بنرجع نقر انه لا التدخلات السياسية. ريت اليوم انه في تدخلات سياسية. ورح يضل في هذه الناس. انا 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 رح اقول شغل. رح نشوف موقف من مجلس القضاء الاعلى انه هالمرة يمنع التدخل بهذه التدخلات. هل هذا اللي عم يعلنه. نحنا ما منقدر انا ويكي نعرف اذا صار فيه تدخل لكي ستريمان. ما حدا رح يوصالي لنا انه هيدا القاضي تعين تحت ضغط. لا بس ما الامور تنطب. الان تنكشف. انا رح حكمهم على اعمالهم. انا بالنسبة للكضاء بين المواطنين العاديين. انا عملت تشيك بالرصيد جيبوني على المحكمة. وانا تعديت على عقار جاري اخدونا على المحكمة. ماذا التحصيل حاصل يعني. نحنا مش عن هاو عم نحكي. ايه. الشخص يلي بيفوت على احد. حتى بهاو في بعض المحلات. الشخص يلي بيفوت على احد الكسور او المكرات او المربعات او كل شيء. وبيرتكب خطأ فيني يجيبوه. اذا فيني يجيبوه صرتو كذا. اذا ما فيني يجيبوه. انتو عم بتحكمه. ها 80 90 بالمية من الناس يلي هن بالشارع. كثير ملفات اليوم قدام المدعي العام المالي القاضي علي براهيم. وين انا. عام ينشغل علي. شوفنا كثير. كثير. كثير وزر. يعني عن جال نحنا كثير الخير والقاضي علي براهيم. انه عم يستدعيهم. صح. هلأني منتمنى. وقبل 17 تشرين سمعنا وزر ونواب قالوا نحنا ما مننزل ونحنا عنا حصانة. ولو استدعينا القاضي علي براهيم ما مننزل. بعد 17 تشرين راح تنزل. او انه انا وزر. عن جاد قليلي. كم واحد. كم واحد. كم واحدة. كم واحدة. وين النا. عرفتي كيف. بعد 17 تشرين نزلت الهلال. وهي دا انتصار كتير كبير للشعب اللبناني. انا ما احب ما اعرف شو بنا نسميها صورة انتفاضة. انتصار لوعي الشعب اللبناني راح سميه الوعي انا. كيف بيعمل المانيفستاتيون طبعوله يعني كيف منظهر هيدا الصورة شيء اخر. هيدا الوعي ربح تسعين بالمية من المعركة يلي هي معنوية. العشرة بالمية يلي هي تقنية. انه مين يلي بده بده مش يدفع التمن يردلنا. نحنا ما عم ندفع حدا يعمل. نحنا ما عم ندفع حدا. شوفوا لنا طريقة. رجعوا وفوتوا على كل مشروع بمشروعه من سنة اتنين وتسعين لهلا. وشوفوا هالمبنى يلي بنتوه بايامكم كلف خمسة مليون دولار كان كلفته خمسة مليون دولار او كان كلفته مليون ونص. من المستفيد ومن المش مستفيد. وهو دي امور ما عليهم مرور الزمن. هاو دي امور بيقرجوا عن مرور الزمن. انه عنا سرقت من خزينة الدولة. لازم من هلا نيه الالفان سنة. انه انه بده كتردهم ما في كتره. بقى كلهم سوا يوعوا انه الناس ربحوا المعركة المعنوية والناس رح تربح المعركة التقنية. هلا المعركة التقنية بتطول اكتر من المعركة المعنوية. طبيعي. طبيعي. هلا الناس الناس عندهم الامتحان الاكبر لما نسرع بالانتخابات. هاي دي فورة الوعي اللي عم تحكي عنا ما فيها تترجم اليوم الا بس اندوء الاختراع. لكي خليني انا قلك شغلة كتير منيحة بس انا هوني عم بتوجه للناس انا بقى فرحانة منهم. عندي وجهة نظر. ما حدا يعرض علينا انتخابات نيبية وفقا لقنون جديد. هاي دي كلمة وفقا. هيدا فخ. بتنصبه السلطة هي عم تدعي العفة انه حدا بيقول من اجل حسن التمثيل حدا بيقول من اجل الانسيار حدا بيقول من اجل كذا. في سلسلة اه اه كوانين انه عملت هيدا القانون الاخرين واللي قبل ما عرفه بقانون الستين. روحوا على الانتخابات بالانون الحالي او بالانون اللي قبلوا. ما تقعدوا تنطروا قوانين. لانه هيدا في خلص سلطة هي بتاخد وقتها بتختلف على الانون. وبالاخر يبي يخلصوا السنتين فشرة. اه اه اولا انت بعم تحكي عن انتخابات مبكرة. انا بالانتخابات المبكرة. مش مفروض انه نحكي عن الانون. ادي بعد فيه. مين عم يحكي بعد بانتخابات مبكرة. بكل الكوة بتطلع لها المزاجة اللي بتقوز. سنة زمانه منفوت بالسنة الانتخابية. عازم عازم. ومنبلش معارك. شغلة اتانية انا بحب بقول للمواطن. ما فيه قانون انتخاب رح يكون منيح لك يا حضرة المواطن. الا وقت اللي بصير فيه توقيف جزري. جزري يعني جزري مش موبطن. مش انه انا بتفع عنك قسط المدرسة بس هاي مش رشوة انتخابية. وانا بفوتك على المستشفى بانا مش رشوة. طالما فيه امكانية استعمال المال بها يلا قانون انتخابي. انا وانت يا حضرة المواطن معطرين. ما نحنا يا دوب. اللي من طالعهم بعيشونا. الضغط الاساسي بده يصير انكم تقدروا تفتشوا. مع المراجع الدولية يلي بتهتم بالانتخابات النظيفة ويلي فيها كثير هيئة اشراف على الانتخابات. من 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 هلأ لوقتها ما بيقى تقدر الكوة السياسية تستعمل مالة الا في سبيل الدعاية. في امكانية لهيدا الواحر وحتى في سبيل الدعاية. اللي معه يدفع واللي ما معه يدفع الفسحات الاعلانية لازم تكون هي نفسها. تنقدر نحنا نحقق مكاسب لانه ان بيشو. هاي العدالة الانتخابية. نعم لانه ان شو بيعملوا. ان بيوصلوا على عيلة فقيرة. انفقرين السلطة الحكمة بس بتعيشها على ثلاثة ايام بتقول له هايدي الف دولار بس انتخبيني انا بتطمح بالالف دولار. متل هيدا المريض الكتير موجوع بنعطيح عبتين ببنادول. اتخذوا نص ساعة. كانوا قبل يقولوا لك فينا وبلاينا جايين. نحنا هيدا الوعي. هيدا الوعي. ما ما يعز يعني ما يدحكوا علينا بقوانين انتخاب. يدحكوا علينا بجيابهم. لانه هن بيجوا بيشتروا الناس و بيرجعوا بياخدوا الناس بطايلعوا. هون نرجع لدور وعي المواطن. لو عرض عليه. طبيع. طبيع. متل ما كنا نقول وقت الانتخاب بيتخد الالف بس انتخب ضده. اذا اذننا. نحنا بدوا يفهموا المواطن. انه نحنا خربنا. ليش خربنا? لانه استعملنا الالية الاديمة هي استرضاء نالية الانتخابات. هيدا بيتبرع للمسجد. بيستحوا ليد الضيعة. هيدا بيتبرع للجامعة. هيدا بيجي بيعمل قبة الكنيسة. هيدا بيبلت الساحة. بيستحوا الناس بروحوا طيب. انت مرشحة وما معك انك تعمري كنيسة. شو بتعملي? ما معك انك تعمري بيت الضيعة. شو بتعملي? ما بيطلع لك شي. مشين هيك نحنا ما في انتخابات القانون في عاطل او مش عاطل. هيدا مثل نظامنا. اليوم انا. ترجع للبوات الموية التغير عنه. انا برأيي النظام البناني بيجنن عن جد. نظام برلماني ديمقراطي حر. يعني كل الناس اليوم بتقاتل كل الدول تتوصل على نظام برلماني مثل النظام اللبناني. دس الكيمين عن نظام هن السيقين. الكوانين الانتخابية كلها سوا الا حسنات و سيئاتها كثير صغيرة. لكن السيئة الكبيرة اليوم اتطلع بمجلس النواب مية وثمانة وعشرين نايف بتلاقي يا اختي في سبعين نايف بسروتهم مئات ملايين الدولارات وفي ثلاثين نايف برتاحين كثير اكثر من عمة الشعب. او كيف بدون نشرع على الوطن؟ كيف بدون نشرع على الوطن؟ والبقية المحامين تبعو لهم او التجار تبعو لهم كيف بدي تمشي دوان بتلاقي يبقى اي دولة بالعالم؟ بامريكا دونالد ترامب المليونير وهلق ليه مترشح مقبيله مليونير تاني بلومبرغ ومترشح مليونير هاودي شو بيستعملوا مصريياتهم للحملة الانتخبية بس هاودي بينزلوا وبقلوله للمواطن بامريكا انتخبني كيف هذا؟ لانه المواطن الامريكي ما بيقبل لا لانه كميل والانون بيمنع في مليحة اكتر كبيرة للانون بيرلوسكوني كان رئيس جمهورية ايطاليا اغنى شخص بايطاليا طيب بستحام نعرف انه اللعب على الانون بيضل موجود بحيان للطريقة هاو ترجع للمواطن انا موفق معك انا عم حمله مسئولية انا مش عم حطها كلها بس انا عم حمله مسئولية انه بنا ننتبه اول شي ما نختلف على الانون لانه مشكلتنا بالانون احنا شو ما اجه الانون اذا انا وياك يا زميلي بالمواطنية يا خي بالمواطنية نحنا متفقين يعني احنا كل اللقوانين نحنا بنربح فيها اذا نحنا منا متفقين وبدون يخربتونا بقصة اللقوانين وبدون يردونا على قصص طائفية وانت من اي طايتو انا اكتري وانت اقلي وعددي اكبر من عددك وما بعرف شو هاي دي كلها سوا هن بيستفيدوا منها لانه لانه عطول عطول الافريكاء السيويسيين هايدا نادي مقفل بدك جهد كتير كبير تتفوتي علي بتثبط مرة كل مليار وبيرجعوا بيكفلو بقى هن بيستمنى الخصم يكون خصم التقليدي يلي هو مقابله بالواجهة احسن ما يجيه خصم تاني بيفهمه على لغة بعضهم بدنا نعرف وطلع فيهم طلع فيهم كبنا نتقدم هن زيتهم بيخدونا نحو الخير والسلام والبحبوحة ممنونينوا لانظمة الدولة العربية تلت رباعة ملكية وامر وكذا بس اخدين شعوب نحو السعادة ما بتعود تسألي الامير ما بتعود تسألي الامير شو عم بطيلع من صفقة النفط ما انت كمواطن امارات ما بقش في عندك شي مش يعني ما بق في شي تطمح على صفايت بلو تموح انت كمواطن خليجي او كمواطن شويدي او يعني نحنا عم نحكي عن مطلح ما بعد في دول قريبة العالمية هل يا ترى نحنا بلغنا اقصى درجات السعادة وانا بشتغل وبرجع على بيت ومؤمن حالي على على شيخوختي ومؤمن حالي على مدارس وجمعات ولادي ومؤلس حالي على ضمان الصحي وعلى ضمان الاجتماعي فانا اقول يا خي سحتان عبطن كون لا لانه نحنا عنا مطل لازم كمان نلغين احنا من التداول انو اعطيه خبزك للخباز ولو اكل نص ولا انا بدي اعطي خبزي للخباز ومؤمن ياخد الا اجرته كيف يعني انو انت بتربحني شميلة ما بعرف شو عملتلي وسعتلي الطريق ولانك وسعتلي الطريق انت بدك تاخد نص الالتزام لا شي كتير هاي على كل الاحبال احنا بنتأمن انو ضمير صوت الشعب يلي هو يلي هو ضمير بيقلقهم منتأمل يضل صوته عالي وهي دريها الى الافضل لمحاله وانشالله على مستوى الكورونا لانه هاي دي موجه بتجي تقدر الخطوات تكون جزرية كرمال اللي راجعين من السفر مايروحوا عبيوتهم اول شي كرمال اهله مايرجع من السفر اول شي كرمال اهله يضل محل ماهوي لانه محل ماهوي بيعجو لانه مافي تفرقة بايران اذا كان المواطن ايراني او غير ايراني مقيم بايران ومرد وكذلك بالصين وكذلك بايطاليا اما اذا كنتوا ولا بد مضطريين انكم ترجعوا يا حضرة الدولة اللبنانية خدعيهم على فنادق في اقولة مجهزة وكلو بيتعقى فيه مسؤولية فرد كمان مثل ما حكينا بالاول فرد كل شخص هو عنده احتمال او عنده شكوك انه ممكن اكون مسؤول اكيد بس انا قلتلك كمان العزل الفردي على 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 عاطك الفرد صعب 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 انا اقعد بشقة انا واهلي واعيلتي وانا مرضت بالكورونا وين بنزل بقعد مشان هيك بدك كمان حدا يقيم فيك هيدا اللي عم نقول اهلا وسهلا فيك دكتور عزار شكرا لو وجودك معنا وقتنا انتهى يعني اهلا وسهلا فيك نحنا الى هنا نصل الى ختم هذه الفترة الاخبارية طبعا نراقيكم في نشرة السابعة والنصف الى اللقاء